موسيقى بمشاركة واسعة احتفلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية باختتام مؤتمرها الوطني العام في كل مرام الله وغزة وبمشاركة أعضاء وأنصار المبادرة في الخارج يبدأ المشوار بمولد جديد في لحظة ثارقة بتأسيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية للمهضر الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال يأتي مؤتمر الحركة وسط تحديات عديدة تواجه الشعب والقضية الفلسطينية أبرزها تصاعد جرائم الاحتلال وعنصريته تجاه الفلسطينيين واستمرار الانقسام مثالتنا أننا يجب أن نتوافق اليوم كحركة وطنية فلسطينية على هدفنا العام وهو ليس فقط إنهاء الاحتلال بالكامل بل وإسقاط نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية وضمان حق جميع اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها شعارنا اليوم أننا يجب أن نتوحد في قيادة وطنية موحدة وأن نتكاتف ونقف معا في مواجهة الهجمة الفاشية العنصرية التي تمثلها الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الاحتفال أعلن اختتام أعمال المؤتمر العام لحركة المبادرة الوطنية وانتخاب هيئتها القيادية العامة وأمينها العام الدكتور مصطفى البرغوثي وكذلك الهيئة القيادية في جميع المحافظات في عملية ديمقراطية واسعة شملت عقد واحد وستين مؤتمرا فرعيا بما فيها مؤتمرات المحافظات ومؤتمرات القطاعات النسائية والشبابية آليات عملية الانتخابات تمت في المواقع حسب النسبة المئوية للعضوية في المواقع وشكلت هيئات المواقع ومن ثم مندوبين المؤتمرات لمجلس المحافظة ومن ثم انتخبت أعضاء المؤتمر العام في كل محافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة وصولا إلى المؤتمر العام الذي كله بالنجاح إلى جانب أعضاء مؤتمر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شارك ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية الصديقة وشددوا على الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية نحن إزاء خطر كبير لم يبدأ اليوم ولم يبدأ أمس لكن في هذه الأيام هذا الخطر يبدو أكثر حدة وأكثر صعوبة ولذلك نحن مطالبون بأمرين الأول هو تعزيز المناع الوطنية والوحدة الوطنية وثانيا أن يكون هناك برنامج عمل واضح لمواجهة والتصدي لهذا الخطر يكون هناك تعزيز لدور كل الكوى الفلسطينية من أجل وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية ودفاعها عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية للشعب الفلسطيني كلما كان هناك تكاتف ووحدة بين كافة الكوى كلما كان ذلك مكسب للقضية الوطنية ندعو هذه الأيام الكل الفلسطيني إلى ترتيب الأوضاع الداخلية للبيت الفلسطيني بكل بيوته بكل فصائله وهذا النجاح أنا أعتبره جزءا من هذا الترتيب هذه الحركة الفلسطينية التي حملت على كاهلها منذ انطلاقتها المسؤولية الوطنية الكبيرة في رأب الصدع وفي مواجهة الاحتلال وأيضا في الولوج إلى مسارات أخرى في الكفاح الوطني في سياق التضامن الدولي وكذلك موضوع البيدي أس وغيره من العنوين المهمة التي خاضتها حركة المبادرة إلى جانب إيمانها بأننا في مرحلة التحر الوطني الفلسطيني وأن الطريق إلى العودة إلى الديار وإنهاء الاحتلال تمر بالمقاومة بكل أشكالها البرنامج الجديد للحركة يتضمن البرنامج الوطني التحرري واستراتيجية الكفاح والمقاومة لإنهاء الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري والبرنامج الديمقراطي الداعي لفصل السلطات وإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة وبرنامج العدالة الاجتماعية والصمود الوطني ودفاع عن حقوق المرأة ومكافحة الفقر والتمييز بكافة أشكاله موطنين موطنين الجمال والجمال والسلام اشتركوا في القناة